السيادة المصرية ليست مستباحة ولا تهاون في التفريض في شبر واحد من أراضي سيماء زي ما اتكلمنا مع حضراتكم في بداية البرنامج عن الدعم المصري التاريخي المساند للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى بالنسبة للدولة المصرية لشان كده بنتكلم وبنكثف الحديث عن ما يحدث وما يدور في الأراضي الفلسطينية وانعكاس ذلك أيضا على الأمن القومي المصري لأننا عارفين أن فلسطين هي أمن مباشر للأمن القومي المصري وعلشان كده دايما نشوف الجهود المصرية الحديثة الموجودة بشكل مباشر سواء كان في مساعدات بتقدم سواء كان أيضا في الحديث في كل المحافل الدولية عن القضية الفلسطينية لأنها قضية مصر الأولى وأولوية من أولويات مصر ومصر يعني بتسعى سواء كان إقليميا أو دوليا لوقف الاعتداء حقنا لدماء الشعب الفلسطيني أكيد عبدالصامد خلينا نتكلم مشاهدينا بتفاصيل أكتر عن الدعم المصري للقضية الفلسطينية ليه مصر بترفض بشكل قاطع تصفية القضية الفلسطينية من خلال المخطط اللي بيدفع أو بيتم الدفع في اتجاه نزوح وتوطين أهالي غزة خارج أراضيهم إحنا بنسعد بوجود نائب أحمد مقلد عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب حكلمنا بتفاصيل أكتر عن الموضوع ده أهلا وسهلا بحضرتك بداية كده لما يجي نتكلم عن جهود مستمرة قامت بها الدولة المصرية في الفترة اللي فاتت وكانت شديدة التكثيف علشان وقف العدوان على غزة حضرتك شايف إيه اللي حصل فيه خليني أقول حضرتك الدولة الوطنية المصرية لديها بصلة واضحة في دعم القضية الفلسطينية يعني على مدار عقود ومنذ ميلاد تلك القضية كانت الدولة الوطنية المصرية حاضرة في كل مشهد داعمة لأشقائنا الفلسطينيين في العصر الحديث معظم الحروب اللي خضتها الدولة الوطنية المصرية كانت داعمة لتلك القضية خلال الفترة الأخية كل الجهود القائمة لدعم أشقائنا الفلسطينيين بيتم بزلها سواء على المستوى السياسي أو المستوى الأمني أو المستوى الإغاسي وده اللي بيتم التحديله في الوقت الحالي من القلال التحالف الوطني بعد دعوة السيد رئيس التحالف بعمل قافلة هي الأكبر لدعم أشقائنا في فلسطين سواء على المستوى الطبي سواء كان على المستوى الإنساني سواء على المستوى الغذائي كافة الجهود بيتم بزلها في التوقيت الحالي لدعم القضية الفلسطينية حتى أن الخط السياسي للدولة الوطنية المصرية هو خط عاقل في زمن غاب فيه العقل بشكل كبير قوي النهاردة الدولة الوطنية المصرية بتقوم بأن الحل العادل لتلك القضية وأن تكون للفلسطينيين دولة ذات السيادة على حدود 4 يونيو سنة 1967 بالإضافة إلى حق العودة للاجئين وأن تكون تلك الدولة عاصمتها القدس الشرقية أي أمر بعيد عن تلك البصلة هو مهدئات ومسكنات قابل للتفاقم طول الوقت وإحنا النهاردة في مشهد من مشاهد التفاقم بالعدوان الإسرائيلي وقوات الاحتلال الإسرائيلي على أشقاءنا الفلسطينيين طيب سيادة ناب نحن نتكلم يعني عضو في لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب وأيضا عضو في تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين يعني من نتحدث عن سياسة مخاطرة كيف ترى وتتابع ما يتم الترويج لي مع تفاقم الأمر في الأراضي المحتلة تحديدا نتكلم على خمس أيام على التوالي وجدنا حديث على مواقع تواصل الاجتماعي وبكثرة ولجان إلكترونية فاعلة تتحدث عن التوطين خارج قطاع غزة وخلينا نتكلم التوطين هيكون في سينة وكان فيه إشارة صريحة ده ويمكن كان فيه إعلان واضح وصريح من الدولة المصرية أن ده مش هيحصل ومش هنفرط في شبر تاني من الأراضي السينوية تحديدا ولكن الحديث الآن أصبح للمواقع العبرية والسوشيال ميديا العبرية تتحدث عن ذلك وتقول صراحة التوطين مقابل إسقاط الديون خليني أقول حضرتك يعني في البداية النهاردة إحنا أمام قوات احتلال ودولة احتلال وفقا للقانون الدولي الإنساني وأمام شعب أعزل بيتم يعني يعني أنا أقدر أقول الجرائم اللي بتحصل في فلسطين في الوقت الحالي طريقة إلى جرائم الإبادة العرقية موقفنا وموقف الفلسطينيين وموقف الشعوب العربية واضح في هذه الأمور لا يجب أن يتم التفريط في شبر أرض واحد لما نيجي نتحدث عن القضية الفلسطينية تاريخيا هنكتشف أن الأهم نقطتين وأنا أشارت لهم في البداية هو حق عودة اللاجئين وإقامة دولة للفلسطينيين هي عملية اللجوء حصلت إزاي حصلت بي ضربات بالشكل اللي احنا شفناه في الوقت الحالي ثم تغربات فلسطينية إلى الدول المجاورة أنا براهن أولا على وعي الأشقاءنا في فلسطين في عدم التفريط وعدم قبولهم لتهجيرهم من منازلهم مرة أخرى ومن أراضينا في المحتلة مرة أخرى وفي نفس التوقيت في وعي كامل من الدولة الوطنية المصرية لكافة المخططات والتحديات واللي كانت تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين كاشفة لها مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية بهذا الشكل مصر لن تفرد في أمنها القومي على المستوى العربي وأمنها القومي الداخلي أعتقد أننا في التوقيت الحالي يجب أن يتسم العالم أجمع لأن أنا شفت عدد من البيانات استغربتها وعلى رأسها بالمناسبة بيان الاتحاد الأوروبي وأنا مستعجب من تصرفاته خلال الفترة الماضية سواء على الدول العربية سواء فلسطين سواء على الداخل المصر اللي هو بيقيت دولة احتلال في مواجهة شعب أعزل وبيقول أن الدولة دي اللي عندها القدرات العسكرية الشاملة وبتقوم بتضرب أشققنا الفلسطينيين العزل في التوقيت الحالي بتعتبر أن هم دول بيدفع عن نفسه في مبادئ قانونية في مبادئ إنسانية غيبة عن القضية الفلسطينية وأعتقد أن القضية الفلسطينية نهاردة سنة 2023 هي قضية الاحتلال المصارى خلال تلك الفترة الزمنية ويجب أن العالم كله اللي هو يتم وقفة حقيقية لحل تلك المشكلة مش معقول ومش مقبول أن احنا النهاردة في 2023 ولسه بنشوف المشاهد اللي بنشوفها من سنة 1948 ده مش موجود في أي قضية في العالم كله الدولة الوطنية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعية جيدة للتحديات وأتمنى أن الناس يستمعوا مرة أخرى أبطالت مخطط صفقة القرن أتمنى أنهم يستمعوا مرة أخرى تصريحات السيد الرئيس الجمهورية اللي حملت معاني كثيرا في هذا الأمر لأنه لا تفريط في الأمن القومي المصري ولا تفريط في أي شبر من الأراضي المصرية ولا نسمح بأن تكون تصفية القضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية أو الدولة العربية يجب أن نحن كلنا يكون عندنا الحد الأدنى من المعرفة بتلك القضية وعلى العالم أن يتحلل بالحد الأدنى من الحيادية وعدم تسييس القضايا وعدم الكلب مكياليم في النظر في تلك القضية وبالتبعية أنت ما تقدرش النهاردة تقول على شعب أعزل شعب بيواجه هذا الظلم وهذا العدوان أنه هو المعتدي لا العالم كل والقوانين الدولية والقوانين اللي صدرت والمعاهدات اللي صدرت من الأمم المتحدة بتدي للشعوب اللي بتقع تحت وطقة الاحتلال الحق في الدفاع عن نفسها وبترفض أي ممارسات عدوان من أي دولة أي ما يكون بتحديد المراكز القانونية هنا يجب أن يكون واضح للجميع دولة احتلال شعب محتل دولة بتقوم بكل الممارسات اللي فيها ضرب وإهانة واعتداء وجرائم طرقة للإبادة العرقية ده حتى احترام الأديان سواء الإسلام أو المسيحية لم يعني يسلم من هذا الأمر وشفنا الممارسات الإسرائيلية وهي بتعتدي على المصلين المسيحيين والمصلين المسلمين ودخول مسجد الأقصى فبالتبعية يعني إحنا منتظرين إيه من دولة احتلال بتقوم بكل تلك الممارسات ومتخيلة اللي هي هتحل الموضوع بزيادة وطقة العدوان على الشعب الفلسطيني وإجبارهم على النزوح وأنا في تأديل الشعب الفلسطيني هيصمت في مواقعه ولن يسمح بتغريبة فلسطينية أخرى ولن يتنازل عن شبر واحد من أراضيه والدولة الوطنية المصرية وعي لهذا الأمر وبتقوم بكل أدوارها في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني إحنا شايفين جهود الدولة المصرية في استمرار المساعي والوساطات الدولية ودخول أطراف دولية متزنة للحث على تهديئة الأوضاع بالإضافة مش بس لكده إحنا عايزين نعرف إذا لقدر الله هذا الوضع استمر عواقبه هتكون عاملة إزاي إذا لم يتم تهديئة الأوضاع الأمور هتبقى مش هزين عواقب وخيمة ومش بس على الدولة الوطنية المصرية على الأمن القومي العربي بالكامل وعلى السلم الدولي بشكل عام يجب أن يقف العالم أمام الممارسات الإسرائيلية ممارسة جدا الدولة الوطنية المصرية في الحقيقة بتبزي الجهود جبارة على كل المستويات يعني خلال الأعوام الماضية سواء في إعادة أعمار غزة 500 مليون دولار النهاردة إسرائيل بتقصف كل الجهود التي تمت في إعادة الأعمار محاولات الدولة الوطنية المصرية لإعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية واجتماعات مستمرة مؤسسات الدولة الوطنية المصرية بتقوم بيها تمام بتوجيهات من السيدة الرئيسة عبد الفتاح السيسي جهود على مستوى الإغاثة إغاثات مستمرة لأشققنا في فلسطين لكن إحنا عملين بنبذل جهود لكن إسرائيل وجيش الاحتلال الإسرائيلي بممارساته دي بيهدر كل الجهود الممكنة والغير ممكنة لأنك أنت بتبني النهاردة هم تاني يوم مستقرين على ممارسات عفع عليها الزمن سواء دوليا دوليا لماذا لا يجرم هذا أو لماذا لا يتم إدانة تسييس القضايا يعني أنا استغربت من بيان الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية يا سيد الفاضل أنت أمام دولة احتلال وأمام شعب محتل هل تعتبر دفاع الشعوب المحتلة عن نفسها دي جايمة وترى وفي نفس الوقت تؤيد دولة بتقوم بأدوان على شعب أعزل بكل تلك الهمجية اللي احنا شايفنا أعتقد حتى في الأمر ده مش كاشف الأمور كثير منها أسطورة العالم الحر أي حرية تمام ويمكن حضراتك لك خلفية قانونية دايما بيكون رد الفعل لابد أن يكون متناسب مع الفعل أنت النهاردة حتى لو بتفرض أن ما حدث هو يعني عدوان وإن كان هو دفاعا أراضي احتل لها العدو بأدوات وآليات رد الفعل أكبر بكثير السؤالي هنا ليه ما بيتمش معاقبة الدولة يعني نتكلم على إسرائيل تحديدا بقانون الإنسان حول الإنسان كين حول الإنسان؟ قانون القانون الدولة أين حقوق الإنسان الذين يعني يصدعون طيلة الأعوام الماضية وأمريكا ذات نفسها خلاص وتدخل في السيادة للدول بتحت إسم أو شعار حقوق الإنسان واليوم هي من تنتهج حقوق الإنسان قانون الدول الإنساني واضح لكن تطبيق القانون الدول الإنساني أصبح مسيس المجتمع الدولي بشكل أو بآخر بينظر إلى تلك القضايا من باب مصالحه الخاصة وليس من باب الإنسانية وليس من باب حرية الاختيار الخاصة بالشعوب يعني ده أصبح أمر مكشوف جدا لما تجد النهاردة الاتحاد الأوروبي بيصدر بيان بيؤيد فيه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وبيعتبرهم دفاع عن النفس وسائب الشعب الفلسطيني اللي على عشرات السنين محاصر وبيتم تجويةه وبيتم اغتيال أبناء وبيتم تهجرهم من بيوتهم أني مساواة أو أني عدل أو أني حرية يتحدثون عنها الحقيقة كم قرار دولي وكم قرار أممي صدروا لحقوق الشعب الفلسطيني وإيه فين التطبيق يعني العديد من الأمور النهاردة العالم على مسمع ومرأة منه بيتم إبادة عرقية بيتم إهادنة مقدسات بيتم تهجير قصري للشعب الفلسطيني أتمنى أن يصدر بيان واحد من البيانات اللي بتصدر والمؤسسات دي بهذا الشكل فقدت حايداتها والمواقف السياسية بتاعتهم وضحت أنها مواقف مسيسة يعني بتقرق وفقا لخريطة مصارحهم أمريكا نفسها قدت ميزانية مفتوحة لمسندة إسرائيل أمريكا قدت تلك الميزانية عدد من الدول الأوروبية بيقوموا بالدعم والمسندة الاتحاد الأوروبي أصدر بيان للدعم والمسندة وهو لكن ده كاشف خليني أرجع تاني وأقول ده أمر كاشف أن تلك الأمور أصبحت بعيدا عن مبادئ العدالة والمساواة والحرية اللي بيتشدقوا بيها طول الوقت وهم بيتناولوا الشؤون العربية تحديدا سواء الدول العربية حتى شأن الداخل المصري لم يسلم منهم وبالتبعية إحنا النهاردة أمام موقف الدولة الوطنية من الدول في مقدمة الدول اللي ليها موقف سابط وراسخ وأنا قد أقول إحنا بس مش من أوائل الدول وفي مقدمة الدول إحنا حملنا هم تلك القضية من منذ ميلا لا كهل يعني أنفقنا دم وأنفقنا من اقتصادنا وخذنا أغلب حروبنا بسببها وحتى التوقيت الحالي إحنا بنشيلهمهم على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني ومستمعين في هذا الأمر وعمرنا ما هنكل من دعم أشقائنا الفلسطينيين دولة الوطنية المصرية يعني في ظروفنا الاقتصادية الحالية خرجنا 500 مليون دولار عايزة أكلمك في النقطة دي الدولة المصرية حريصة على إله تشتغل في المسارات المختلفة في نفس الوقت وبشكل على التوازي بحيث أنها تبقى في نتيجة سريعة على أكثر من مصر حرص القيادة السياسية المصرية على توصيل مساعدات إنسانية لأهالينا في غزة الهدف منه إنساني أكثر من هو أي شيء توصيل مساعدات تخفيف وطقة الحصار الشديد وتخفيف أثار القصف اللي بيتعرض للأهالي في غزة بالجانب للموقف السياسي والدولي والاتفاقات والمباحثات اللي بتحصل ده ممكن يعدل المصار شوية ده ممكن يخفف وطقة الحصار شوية على أهالينا ويخليهم يحسوا أنه في نوع من أنواع الدعم الشديد بيحصل لحظيا بجانب الاتفاقات احتكاك الدولة الوطنية المصرية منذ اللحظات الأولى طول الوقت فيه أي مشكلة بيقع فيها وبيقع فيها أشقاءنا الفلسطينيين خلينا أقول لحضرتك في التوقيت الحالي أجهود إغاسة لكن الرشدة الوحيدة هي الرشدة التي أعلنها رئيس عبد الفتاح السيسي أي أمر غير حل الدولتين وحق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم كلها مسكنات وكلها هتجد في توقيت من الحين للآخر انفجارات من حق الفلسطينيين أنه يبقى عندهم دولة ذاتة سيادة على حدود 4 يونيو سنة 67 وده مش بس رأي الدولة الوطنية المصرية ده كل القرارات الأممية اللي صدرت في هذا الشعب صدرت معبرة عن هذا الموقع حتى هذا الحين هتفضل تحصل اشتباكات وانفجارات وبيتخيل البعض هاجه على المقولة اللي حضرتك أشارت لها في بداية الحلقة والمسؤوليين إسرائيليين هم متخيلين أن المسكنات دي هيوصلوا في يوم من الأيام إلى تصفية القضية الفلسطينية بتهجيرهم سواء في سينا أو وضع سيناي وهم بديلة ده لن يحدث لأن الشعب الفلسطيني وعي لهذا الأمر الدولة المصرية وعي جدا بمؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الأمر تمام؟ فمحدش هيسمح بتصفية القضية تلك التصفية اللي البعض بيتخيل الفلسطينيين ليهم حقوق وحقوق مشروعة رصخت على مدار عشرات السنوات لن يتم إهدارها ولن يسمح أحد بإهدارها مدام الدولة الوطنية المصرية على سدة قيادتها رجل مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجود وعي لدى الشعب الفلسطيني بأنهم لن يسمحوا بتغريبة فلسطينية أخرى وتهجير مرة أخرى وإضافة أعداد مرة أخرى لمن يتم من لهم حق العودة لأراضيها يمكن تبعنا على الأيام الخمسة الماضية التصعيد والتصعيد ده كان بيقابلوا اتصالات مكثفة كل الدول العربية وكل من يرى بأن ذلك عدوان يقع على الشعب الفلسطيني كان جهة التنصيق الوحيدة له هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المطمئة المصرية وعلى رأسها الرئيس الميزان الفاعل في حال القضية الفلسطينية مصر هي الوحيدة اللي عندها رشدة الحال ومصر فاهمة جيدا بتسعى إلى إيه لو شفت السنوات الأخيرة الماضية عادة أحياء منظمة التحرير وجمع الفصائل مرة أخرى تحت تلك المظلة الدولة الوطنية عايزة تجد صوت واحد للقضية الفلسطينية ودهما بدأنا أسات النائب دايما بيكون الدبلوماسية المصرية عندها ركائز يمكن أهم ركيزة بترتكز عليها هو الدول ذات الصراع الداخلي لابد أن يكون الحلول فيها نابع من أبناء الدول نفسها صحيح ومن أبنائها ويجب تجميع الصوت الفلسطيني مرة أخرى وعلشان كده بزلت الدولة الوطنية المصرية ومؤسستها هذا الجهد الكبير لإعادة لملامة شتات الفلسطينيين وإعادة أحياء وبعث منظمة التحرير الفلسطينية لتكون هي المتحدث وهي الجالسة على طاولة المفاوضات مرة أخرى في أي مفاوضات مع إسرائيل أيما يكون شكلها سنائية سلسية غيرها من التدخلات الدولية في حل هذه المسألة لكن الدولة الوطنية المصرية تقوم بسياسة عقلة جدا ومتزنة جدا وعشيدة جدا ولا تهدف في هذا الأمر سوى المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني بكل المقاييس يعني طيب نقدر نقول الاستمرار في السعي والاستمرار في الثبات على الموقف سواء من الجانب المصري طبعا في أنه لا مساس بالسيادة الوطنية المصرية وطبعا الاستمرار في الثبات من جانب الأشقاء الفلسطينيين ده ممكن يؤدي لمزيد من الضغط على المجتمع الدولي بأنه عبقة والله عبقة اتقلت على مضايا عشرات السنين وتقلت في أوضاع كتير قوي لكن يعني بالبلدي كده خليهم يفضحوا نفسهم كمان الناس بتيجي تسمع شوية تقارير على بعض الدول العربية وتقولك ده الاتحاد الأوروبي قال تبسيدي انت شايف الاتحاد الأوروبي بيعمل في فلسطين الدولة الفلانية قالت طب ما الدولة الفلانية شاركت ازاي في بعض المشاكل اللي في الدول العربية المجاورة تمام هل في الآخر ده صوت حر هل ده الصوت اللي بترتضيه كصوت حيادي ما اعتقدش واعتقد ان وعي الدولة الوطنية المصرية وعي الشعب المصري خلال الفترة الأخية تحديدا ارتفع جدا لما بيشوف مين بيقول ايه وهدفه ايه ومصلحته ايه دون اعتبار اي مصلحة او دون اعتبار اي انسانية او دون اعتبار اي عاجة غير مصلحته هو وغير الامور التي يرتضيها اللي هو تكون بالنسبة لي هدف استراتيجي لدوله صحيح يعني ختاما نقدر نقول ان مصر لن تتخلى ولم تتخلى ابدا عن قضيتها الاولى وهي القضية الفلسطينية والأيام بتأكد ده بترجمة حرفية بتحصل على ارض الواقع لان حاليا بيتم التنصيق لفتح ممرات امنة لوصول المساعدات زي ما حقاك قلت التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بيعد لقافلة هي الاجبر لاصال هذه المساعدات عدد من المرتكزات الرئيسية لن نحي دعنا دعم اشققنا في فلسطين بكل السبل واعتقد انه هارده بنعمل الدعم الاغاسي من خلال التحالف الوطني بتوجهات من السيد رئيس الجمهوري وجود حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية قايم على حل الدولتين هو الحل الوحيد لهذا الامر على العالم الحر اللي هو يقف قدام نفسه او اللي بيدعي على نفسه انه هو حر يقف قدام نفسه في مواقفه في القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا انا واثق ان احنا هنعبر بالازمة دي لان الامن القومي المصري كما تفضل السيد الرئيس خط احمر الامن القومي العربي خط احمر وفي الحقيقة ثقة الكاملة بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلفيته في هذا الامر واضحة جدا وكاشفة جدا على مقاومات ان الامن القومي يعني انا مطمئن النهاردة صحيح واكد حضرتك برضو ان لا استباحة للاراضي المصرية والامن القومي المصري دائما ما يكون خط احمر وهنا مش بنقول بس الامن القومي المصري احنا بنتكلم الامن القومي العربي لان الامن القومي العربي هو من الامن القومي المصري ده خط فاصل لدى كل مؤسسات الدولة الوطنية المصرية وأبناءها وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ابن تلك المؤسسات نعم بنشكرك سيدناب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب في لجنة الشؤون العربية في المجلس شكرا أن أجدك معنا شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك